حذر ويحذر الكثير من الخبراء والمعنيين بملف العنف والإرهاب من أن سياسة الكيل بمكيالين ونحياز التام لإسرائيل والصمت على إهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تلك السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة وتتوافق معها الكثير من الإدارات والحكومات الغربية تزكي وتنشط مشاعر السخط والغضب بين شعوب العالمين العربي والإسلامي وتستغلها جماعات التطرف والإرهاب في كسب الأنصار والمتعاطفين مع مخططاتها وأفكارها الدموية على خلفية حرب الإبادة الدائرة في غزة لا شك في إمكانية تزايد وتمدد مخاطر الإرهاب على الصعيد الأقليمي والدولي وفرنسا بيشكل المسلمون فيها 10% من سكانها والتي تعتبر الجالية العربية الأكبر على المستوى العالم من خلال خبرتكم ومسئولياتكم عن معهد العالم العربي في باريس ما هو دور الحكومات ومنظمات المجتمع الأهلي في التصدي الجاد تلك الأخطار وما هو دور المعهد في إنتاج خطاب تفاعلي يسعى للتصدي أو على أقل حصار خطاب الكراهية والعنف وخطاب الإسلاموفوبيا المنتشر حالياً في أوروبا وفرنسا بشكل خاص ينبغي أن نعيش في أجواء من السلام والتسامع يكتمع هنا المواطنون المسلمون واليهود والمواطنون من مختلف الديانات من خلال المؤتمرات والاجتماعات والمناقشات والمعارض فإن معهد العالم العربي يعد مكاناً للسلام والإحترام وبما أنكم تتحدثون عن مسلمي فرنسا فلنقل أنه في هذه الفترة العصيبة للغاية وعلى حد علمي كان المسلمون في فرنسا يحترمون هذه القواعد كثيراً علاوة على ذلك فهم جزء أساسي من المجتمع الفرنسي نعم أعتقد أن فرنسا لست مثالية لكن المناخ الموجود اليوم بين المواطنين هو مناخ سلمي أعتقد أن الحرب تولد الكراهية فالكراهية تؤدي إلى الحرب لذلك يجب أن يتمكن أكبر عدد من الأشخاص الحكماء من الاجتماع والتحاور معاً لإنهاء الحرب هنا في معهد العالم العربي في يوم الأحد سيكتمع الفنانون والمبدعون والمواطنون بمعهد العالم العربي وسيقومون بمسيرة أطلق عليها اسم المسيرة البيضاء باتجاه معهد العالم العربي تكون مسيرة من أجل السلام مسيرة ويام